اعلنت ولاية الخرطوم عن اتخاذ سلسلة تدابير لضبط فوضى الاسواق وقال وزير الصراعة والتجارة بالولاية جحفر احمد عبدالله انهم بصدد وضع دباجات باسعار السلع الاساسية بالبقالات والمولات بمحلية الخرطوم السبعة مؤكدا لدى مخاطبته ملتقى جمعية حماية المستهلك اليوم ان الاتفاق تم مع ملاك المصانع لتوفير المواد الغذائية الضرورية باسعار التكلفة في ايطار جهود الولاية لتخفيف اعباء المعيشة عن كاهل المواطنين وحذر جحفر التجارة المتلاعبين بالاسعار باتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تمنع تسربة وتهريب السلع الاستهلاكية واحدة من الوسائل اللي ممكن تعمل على تحديد وخفض الاسعار اللي هي مزالة وضع الديباجات والاسعار على المنتج اذا كان معلب واذا كان غيره بحيث ان المواطن يعرف سعر السلعة بدون ما يزال وبالتالي يعني ديب تدي المواطن حق الرقابة على المكان او المحال او السوبر ماركت او غيره اللي ببيع السلعة واذا كان لقى السعر او الطولي صلبوا منه سعر اكتر من السعر اللي هو موجود على العلبة وعلى الجزازة وغيره ممكن طوالي يتصل بالرغم 19.40 يبلغ عن هذا الموضوع وفي السلطات بعد ذلك فورا حتى تقوم باجراء اللازم تجاه المكان وخلص الملتقى الى ضرورة العمل على تخفيف العبء المعيشي على المواطنين بدعم السلع الاساسية وتفعيل دور القطاعات الانتاجية لتوفير متطلبات المعيشة باسعار معقولة استشعار لمسئوليتها تجاه قطايا معاش الناس نظمت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بمقرها اليوم ملتقاها الدوري بعنوان مؤشر الاسعار وحماية المستهلك حيث بحث الملتقى التدابير اللازمة والحاسمة للحد من الفوضى التي ضربت الاسواق خلال الفترة الماضية وابعدها الاقتصادية انحنا الان دائرين مصنع التعبية ده يضع علينا السعر بتاع الكيلو للمستهلك على العبوة وزن كيلو والكلام ده ممكن ينطبق على الرز على العدس على زيت الطعام على السكر على الشاي يعني كل السلع السبعة ذكرناها دي ممكن ينطبق عليها هذا الكلام واكد المتحدثون في الملتقى اهمية تحديد سقف سعري في بعض السلع الضرورية للمستهلك ووضع الحلول اللازمة لمعالجة انفلات الاسعار في الاسواق كما اكدوا اهمية تدخل الدولة بوضع دباجة بالاسعار لاستلع الاساسية التي تدعمها لتنظيم الاسواق وتخفيف الضرر على المواطن الدباجة دية نص عليها قانون التجارة وحماية المستهلك ولاية الخطوم لعام 2012 لكن بكل اسف لم يطبق على ارض الواقع لكن الامل اننا نسمع اليوم في هذا الشأن ما يطمننا على ان هذه المسألة ان شاء الله الى الامام هي محلولة باذن الله ويظل ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية موضوع الساعة واحد ابرز الاحداث الاقتصادية في السودان الامر الذي يتطلب فرض رقابة على اسعار السلع بالاسواق واتخاذ ضوابط وتدابير صاربة لكبح جماح ارتفاع الاسعار بصورة قانونية ولمزيد من التفاصيل ارحب بضيفي من الخرطوم الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك الدكتور ياسر مرغالي مرحبا بك مرحب بك ومرحب بكل المشاهدين والمستمعين ان شاء الله في البدء دعنا نسألت ما هي قراءاتكم لانفلات الاسعار والفوضى التي ضربت الاسواق في الاوينة الاخيرة والله احنا والحاجة سعيدين جدا بزيارة الوزير جحف رحمه عبدالله وزير التجارة والصناعة والاتخارطوم لملتغى المستهلك ومخاطبته وصبره حيثة مهمة جدا صبره لساعتين وسماع كل الاراء وكل المداخلات وسماع الاعلامين واجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم ومداخلاتهم بمحبة شديدة جدا ونحن نقول انه ده المفروض يكون دايدا كل المزاولين للشأن المستهلكين نعم من هنا انا كامين عام وحيي هذا النهج وحيي الوزير جعفر جدا وقول له شكرا لصبرك علينا انا عايز اقول انه ده اخرنا جدا ده اخرنا كثير جدا كما قلنا وكما نقول دايما من 2012 القانون ينص على وضع السعر على السلعة القانون لا ينص على تحديد سعر بل القانون ينص على ان نحدد ان نكتب سعر اكتب السعر الدائر ما في زول قال ليك او ما في دولة او ما في حكومة قلت ليك اكتب خمسة جنيه اكتب خمسين جنيه اكتب السعر الدائر لكن اكتبه الحكومة مهما اوتت من قوة ومن رغابة لن تستطيع رغابة كل الاسواب كيف تقيمون اليات الحكومة نفسها لمحاربة السماسرة والمضاربين في السوق الحكومة شغالة معنا احنا كم مستهلكين بالعين الوحدة يعني مغطي عين وفتح عين يعني انا شايفة وكذا تتغاضى وكذا ما عايز تتغاضى وتشتغلك بالسقل انا ده اقول ان الغارون يجب ان يكون هو سيد الموقف اموالنا حقوقنا احنا بقرشنا دارين سلعة في سعر مكتوب فيها عشان انا اقدر اغيم عشان انا اعرف اختار السلعة الاحسن عشان الغانون بتاع المنافسة منع الاحتكار اللي هو غانون 2009 عندنا غانون للمنافسة الان المنافسة ما في وفيش باحتكار والسبب كله هي الحكومة اللي بتعايل لنا بعين واحدة حكومة تعايل لنا بعينين اتنين ومفتحها والمستهر يكون عارف حقوقه واستعر مكتوب له خلاف كده حيظل الانفلات هو سيد الموقف في الاسواق حكومة الولاية يعني ولاية الخرطوم اتجهت اخيرا لاتخاذ عدد من الاجراءات لذبط الاسعار دكتور ياسر هل من الميسور وضع دباجات للاسعار على السلعة الاستهلاكية سهلة جدا جدا وممكن من المصنع في كل دول جنبنا في كل دول الجوار السعر مكتوب في اي سلعة مصنعة محليا او معبئة محليا السعر للمستهلك هو كده حاجة سهلة جدا جدا وبتجي من المصنع ما حاجة بيكتيبة بتاع البغالة او صاحب سبو ماركت للأسف الشديد نحن يعني زي ما قلت لك سياست العين الواحدة دي وبتعيلك بعين واحدة وكده دي اضررت بينك جدا جدا في اي سلعة حتى في الخبز المنعاني منه الان الان قالت الحكومة ولاية الخرطوم اجتمعت مع اصحاب المخابز قلت لهم دارين قطعة بيجنه لكنها صمتت ان تحدد القطعة دي وزنها كم عشان كده تلقى هنا قدر اللي قيماتها لكن دائما ما يتحجج التجار واصحاب المصانع بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تبرير هذه الزيادات ما تعليقه ليست كل السلع مستوردة حتى السلع المستوردة ناخد مثال العدس نعم كل العدس الموجود في السودان مستورد من دولة واحدة او من منطقة واحدة اما قلنا مصنع واحد نعم بتجينا هنا بشوالات خمسين كيلو خمس عشرين كيلو تتعبع عندنا ربع كيلو رس كيلو وكيلو شوفي فرق الأزعار طبعا أن الأزعار فيها لكن كلهم متفقين الآن يكتبون لنا على السعر بتاع كيلو الرس خمسين جنيه وهكذا بالتالي نحن دارين منافسة منافسة بحيث أن تكون هناك رغابة منافسة بحيث أن تكون هناك يعني أخلاق أخلاقة التجارة محاسبة بحيث أن تكون يعني التجارة دي مهنة شريفة جدا مهنة عظمة البشرية رسول صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق في الجنة في نفس الوقت قال أنه أحب الأماكن هي المساجد وأسوأ الأماكن هي أسواق يعني وقالوا لتجار هم الفجار إلا من اتقى وبره صدق يعني مزل محسوم مزل دي نعم يعني فنحن دائرين تاجرنا دي يكون تاجر رحيم المستالكين في نفس الوقت الحاكومة تكون قوية وتكون شجاعة وتعملينا الأزعار تأشيري دي تأخرنا جدا فيها تأخرنا جدا فيها لكن دكتور ياسر مرغني يعني الواضح في الأمر أن هناك فوضى في الأسواق وفهم خاطئ لسياسة التحرير ترى كيف يستقيم الأمر من أمن العقابة سهل أدب القانون واضح جدا جدا رغم أنه القانون بيقول أنه العقوبة من أسبوع لشهر لأي زول خالف مدة 15-2 خمسة التانية تقول تتكلم عن الديباجة السعر مادة خمسة التانية بتقول أي زول خالف على مقدمة الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأزعارها وميزاتها وخصائصة طوالي في العقوبات قال لأي زول خالف المادة دي بيستجن لمدة لاش تجاوز شهر ولا تغيل عن أسبوع وبالغرامة لاش تجاوز خمسة ألف ولا تغيل عن ألف جنيه الغرام حقا ده خمسة ألف الخمسة ألف دي الرغم ضعفها يخطب بقوة لينا فشلنا في تطبيق غرامة ألف لخمسة ألف جنيه وفشلنا في سجنزول واحد بس من خمسة جنيه من من أسبوع إلى شهر للأسفة الشديدة الرغابة الآن أو العقوبات الآن للأسفة الشديدة بقول الكلام ده ونبزئول منه بتمشي على البسطاء وعلى أصحاب الكناتين اللي قلقوا عنده بسكويتين تاريخ المتحدة الصلاحية بينما الكبار نعاني جدا نحن من إنهم يعني بلاغاتهم كلها يعني ما بتاخد العقاب الرادع ولا بتاخد ما بتاخد من هنا من طالب بالغانون القومي من الحماية المستهلك لأنه الآن البضائع بتاخد من ورد الخرطوم بتطلع بشيء لوقات أخرى عشان كلا دارين غانون قومي من الحماية المستهلك نتمنى أنه في هذا الأسبوع يتم إجازة غانون قومي من الحماية المستهلك من غير غانون قومي من الحماية المستهلك سيظل المستهلك يعاني ويعاني 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 دكتور ياسر عندما تحدثت عن أليات الحكومة وقيمتها أيضا خصوصا فيما يقص المحاربة السماسرة والمضاربين وأيضا مراقبة وضبط الأسعار بالأسواق ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لضبط الأسواق ولجم الغلاء؟ الاتباع هو أن تقف الحاكومة في ولاية الخرطوم والحاكومة المركزية موقف واحد وثابت بين المنتج والمستهلك والغانون المنتج والمستهلك والغانون يجب أن تكون هناك تطبيق للغانون دون أي خيار أو فقوص يجب أن يكون هناك تطبيق للغانون تطبيق حربي هذا الغانون وعلى ضعفه كافي جدا جدا لحسب انفلات الأسواق نعم إن كنا جادين باتت الآن الحاجة ملحة هي لعودة المجمعات الاستهلاكية دكتور ياسر أيضا والتعاونيات المدعومة هل يمكن أن تنجح الحكومة في ذلك؟ التعاون هو صمام الأمان الأول للمستهلك نعم هناك تهاون في التعاون تهاوننا كثيرا في التعاون صادرنا ممتلكات حركة التعاونية الحكومة على أعلى مستوياته موقفة غير واضح وثابت في التعاونيات إما أن نكون جادين مثلا التعاونيات أولى التعاون هو بحسب الغانون بتاع 1999 أمواله ملك لمساهميه لكننا ما جادين في حكاية التعاونيات الحكومة بدعاية للتعاونيات بوجهة نظر ما متفق حولها قرر تاني ما متفق حولها ما كلهم على قلب رجل الواحي في التعاونيات التعاون هو صمام الأمان الأول حتى الدول الكبرى الكويت الآن المستهلك الكويتي لا يشتري إلا من مجمعات الاستهلاكية التعاونية التاجر الآن بيضعته بسليمة للتعاون التعاون هو بفرض السهر لذلك أنا بقول أنه التعاون هو صمام الأمان الأول المستهلك إن كنا جادين في التعاون فنبدأ به الآن أنا سعيد جدا جدا أنه مبارح يوم الخميس وزير الصناعة والتيار الاتحادي يتكلم عن التعاونيات أنا بقول إن إن حجاء الدين إن كنا يدفع التعاونيات علينا إعادة حركة التعاونية إلى سابق عهدها وعلينا إعادة كل ممتلكاتها المصادرة إليها لأن حركة التعاونية هي صمام الأمان للمستهلكين خلاف ذلك سنعاني ونعاني ونعاني إذن الدكتور ياسر مرغني الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك شكرا لك مشاهدين بعد الفاصل ننتقل إلى طائفة من أخبار الولايات الاقتصالية حقا لك موسيقى